بداية جديدة لأسواق المنطقة ودخول في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والبداية من سوق أبوظبي ومن أبوظبي تحديدا التي تقود المنطقة في هذا التوجه نحو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي وضعت أبوظبي قيودا قواعد تنظيمية لتنظيم هذه الشركات هذه الشركات في البداية بحسب ما تقول أبوظبي أن هناك إعلان عن إطار تنظيمي يستند للمعايير الأمريكية ويشترد جمع 100 مليون درهم كحد أدنى للاكتتاب لهذه الشركات كما طلب الضمانات تمنح الحماية للمستثمرين وتمنحهم الحق في تحويل الوحدات إلى أسهم وبشرط وضع 90% من العائدات ضمن حساب بدون فوائد فور اكتمال عملية الطرح هذا فيما تعلق بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ولكن ماذا تعني هذه الكلمة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو لسباكس تحديدا لسباكس هي كيانات مدرجة في سوق المال وهي مخصصة لصفقات الاستحواذ ولا يوجد لها أي معاملات تجارية وتسمى بشركات الشيك على بياض وهذه الشركة عندما يتم تكوينها وإدراجها تصلح أو تكون مؤهلة للاستحواذ على الشركات في غضون عامين فقط وفي حال لم يتم الاستحواذ وإيجاد فورص بالنسبة لهذه الشركات خلال عامين فإنها تنقضي بقوة القانون مميزات هذه الشركات هي سرعة الطرح الأول ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كما أنها تخفض تكاليف الطرح بنحو 60 في المئة ولكن بحسب المخاطر والشركات التي تم رصدها من أصل 550 شركة من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تم رصد 233 شركة قدمت عوائد سالبة منذ عام 2015 كيف بدأت أو بدأ أداء الشركات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة خلال العام الماضي نتحدث عن طروحات الاسباكس عالميا في الأعوام السابقة شهدنا طفرة في نهاية عام 2020 بالنسبة لشركات الاستحواذة للأغراض الخاصة ولكن عادت من جديد للتراجعات في 2021 وحتى هذه اللحظة ربما التمويل الرخيص في هذا الوقت والفرص الاستثمارية الكبيرة داخل الأسواق هو ما عزز تواجد هذه الشركات لسرعة الاستحواذ والطرح وهو ما تراجع وبدأ يأخذ أكثر فيه التراجع مع الحديث عن رفع أسعار الفائدة وارتفاع كلفة التمويل ومؤشر الطروحات الأولية بالنسبة للاستباكس أيضا شهدنا فيه ارتفاعا حتى بداية 2021 وتراجعا حتى هذا العام صفقات الاندماج والاستحواذ في العالم أيضا في هذه الفترة بالتزامن شهدنا ارتفاعات واضحة في الصفقات في نهاية 2020 وبداية 2021 أبرز الصفقات التي حدثت للاستباكس عالميا خلال 2021 هناك طروحات أولية كانت في فبراير 2021 بالنسبة لسورينج إيجل أكوزيشن كورب بـ 1.7 مليار دولار وتشيرشل كابيتل كورب وهي التي استحوذت على لو سيد موتور التي يمتلك فيها الصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 62% من شركة لسيد وهي تشيرشل كابيتل كورب الاندماجات MSP ريكافري بـ 32.5 مليار دولار وكذلك أيضا جراب هولدنس بـ 31 مليار دولار أبرز البنوك التي ترتب الصفقات وتستحوذ على الحصص السوقية جولدمن ساكس بـ 32% ومورجانستانلي بـ 26.6% إذن التوجه عربيا في الوقت الحالي لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الوقت الحالي تقوده أبو ظبي وربما تتجع إليه الكثير من أسواق المنطقة في الوقت المقبل ترجمة نانسي قنقر